واشنطن تدخل على خط العلاقات الجزائرية المغربية وتطالب الدولة بطيس صفحة الخلافات والتصدي سوياً لقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وزارة الخارجية الأمريكية تحط الجزائر والرباط على تحسين العلاقات الثنائية مما يسمح بالتركيز عن القضايا المشتركة كمحاربة الإرهاب والتطرف والهجرة تغير الشرعية وتحقيق الاندماج الاقتصادي الخبر الذي تم تدوره عن طاقة واسعة في وسائل الإعلام المغربية يأتي بعد أسابيع على خطاب المالك المغربي محمد السادس الذي دعا من خلاله لفتح حوار مباشر وصريح مع الجزائر بمناسبة الذكرى الثالثة والاربعين اجتياح المغرب للصحراء الغربية دعوات لم تلد عليها السلطات الجزائرية كونها لم توجه عبر القانوات الدبلوماسية الرسمية وسبق للجزاء أن وجهت عديد الدعوات للرباط في سبيل تطبيع علاقات بين الدولتين آخرها سنة 2016 دعوات ذهبت جميعها تمهب التجاهل وزاد عليها المخزن بخطاب عدائي واتهامات مغرضة ومحاملة دائم إقحام الجزائر في قضية الصحراء الغربية اشتركوا في القناة